ملك لم تسمع عنه من قبل ملك الأرض وحكم الدنيا كلها لأكثر من ألف عام هو أطول الملوك عمرا وحكما على مر التاريخ الملك الضحاق بدأ الضحاق حكمه بعد طفان النبي نوح عليه السلام من بداية العهد الثاني للبشر وققل أنه عندما قتل الإمبراطور الفارسي جم وادعى الألوهية قصده الضحاق الحمير اليمني المسمى بالفارسية يوراصف من أرض اليمن في جيوش كسيفة وشوكة شديدة فانقدع عليه انقضاد العقاب على الأرنم فهرب منه جم متنكرا واستولى الضحاق على ملكه وطرده حتى زفر به فصرده كما يصيد الهير الفائر ونشره بالمنشار ويقال أنه ألقاه إلى السباع فالعجم أو الفرس تسميه الراسف والعرب تسميه الضحاق وسمه أبو نواز بالخابل وكان أبوه ملك اليمن ثم زيا له الشيطان قتل أبيه فقتله وما زال الشيطان يستدرجه ليأكل من كل لحوم الطير حتى لحوم الحملان ومنها إلى لحوم الضأن والسيران إلى أن نفخ في منكبيه من خبص وسحر فخرجت حياتان سودوان كلما قطعت عادتها كما كانت وكلما قام من النوم أوجعته الحياتان وأكل أمخاخ البشر وسكن وهكذا فكان ساحرا ماهرا وعن ابن الكلبي أن الضحاق أول من سن القطع والصلب وأول من سن العشور وضرب الضراهم والدنانير وغنى له لكن إبليس زين له الكف والفجور وذكر الطبري أنه وقع له شيء من كلام آدم فاتخذه سحرا يعمل به إلى أن خلف الضحاق على عرش فارس ملك هو أفريدون والذي تنسب له أساطيرهم أنه ملأ الدنيا عادلا بعد جوره أي الضحاق إلى أن دخل عليه أفريدون وقتله بالعمود الذي في رأسه سورة سور وقطع من جلده وطرا قيده به وحملوا إلى جبل دنياودن وحبسوا في بئر هناك وقال له الضحاق إنما تقتلني بجدك أي بجم وذكر أبو تمام فقال ما نال ما قد نال فرعون ولا هامان في الدنيا ولا قارون بل كان لقد ضحاق في سطواته بالعالمين وأنت أفريدون ويدعي المجروس أنه محبوس حيا بجبل دنياودن كإبليس إلى يوم القيامة فاتخذ الناس يوم حبسه عيدا سموه مهر من مهرمة أي المهرجان وأهل اليمن يدعون أن تضحاق منهم وأنه أول الفراعنة وكان ملك مصر لما قدمها إبراهيم الخليل والفرس تذكر أنه منهم وتنسبه إليهم وأنه بيررازب ابن أرندازب ابن رينكار ابن ويندرشتك ابن يارين ابن فروال ابن سيامك ابن ميشي ابن جيوميرس ومنهم ما ينسبه غير هذه النسبة وزعم أهل الأخبار أنه ملك الأقرالين السبعة وأنه كان ساحرا فاجرا قال هشام ابن الكلبي ملك الضحاق بعد جم فيما يزعمون والله أعلم ألف سنة ونزل السواد في قرية يقال لها برس في الناحية طريق الكوفة وملك الأرض كلها وصار بالجور والعصف وبسط يده في القتل وكان أول من سنى الصلب والقطع وأول من وضع العشور وضرب الضراهم وأول من تغنى وغنى له وقال وبلغنا أن الضحاق هو نمرود وأن إبراهيم عليه السلام ولد في زمانه وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه وتزعم الفرس أن الملك لم يكن إلا للبطن الذي منه أشهينج وجم وتهمورس وأن الضحاق كان غضبا وأنه غضب أهل الأرض بسحره وخبصه وهول عليهم بالحياتين التي كانت على منكبيه وقال كثير من أهل الكتاب إن الذين كان على منكبيه كان لحمتين طولتين كل واحدة منهما قرأس الصعبان وكان يصرهما بالسياب ويصقر على طريق التهويل أنهما حيتان تقديديان والطعام وكانت تتحرقان تحت سوبه إذا جعت ولقى الناس منه جهدا شديدا وزبح الصبيان لأن اللحمتين التي كانت على منكبيه كانت تطربان فإذا تراهما بدمار إنسان سكنته فكان يصبح كل يوم رجالين فلم يزل الناس كثالك حتى إذا أراد الله هلاكه وسب رجل من العم من أهل أصبهان وقال له كابي بسبب ابنين له أخذهم أصحاب بيرزب بسبب اللحمتين التي على منكبيه وأخذ كابي عصر كانت بيده فعلق بطرفها جرابا كان معه ثم نصب ذلك كالعلم ودع الناس إلى مجرهدة بيرزب ومحاربته فأسرع إلى إجابته خلق كثير لما كانوا فيه من البلاء وفنون الجور فلما غلب كابي تفائل الناس بذلك العلم فعظموه وزادوا فيه حتى صار عند ملوك العجم علمهم الأكبر الذين يتبركون به وسموه درفيش كامبيان فكانوا لا يسيرونه إلا في الأمور الكبار العظام ولا يرفع إلا لأولاد الملوك إذا وجهوا في الأمور الكبار وكان من خبر كابي أنه من أهل أصبهان فصار بمن اتبعه فالتفت الخلائق إليه فلما أشرف الضحاق قصف في قلب الضحاق منه الرعب فهرب عن منازله وخلى مكانه فاكتمع الأعجام إلى كابي فأعلمهم أنه لا يتعرض للملك لأنه ليس من أهله وأمرهم أن يملكوا بعض ولد جم لأنه ابن الملك أشهينج الأكبر ابن فروال الذي رسم الملك وصبق في القيام به وكان أفردون ابن أزغيان مستخفيا من الضحاق فوافى كابي ومن معه فاستبشروا بموافاته فملكوه وصار كابي والوجوه لأفردون وأعوانا على أمره فلما ملك وأحكم محتاج إليه من أمر الملك احتوى على منازل الضحاق وصار في أسره فأسره بن داويند في جبالها وبعض المجروز تزعم أنه وكل به قوما من الجن وبعضهم يقول أنه لقى سليمان ابن داود وحبس سليمان في جبل دنباويند وكان ذلك الزمان بالشام فما برحى بيراز بحبسه يجر حتى حملوا إلى خرسان فلما عرف سليمان ذلك أمر الجن فأوصقوه حتى لا يزول وعملوا عليه تلصما كرجلين يدكان باب الغار الذي حبس فيه أبدا لألا يخرج فإنه عندهم لا يموت وهذا أيضا من أكاذيب الفرس الباردة ولهم فيه أكاذيب أعجب من هذا طرقنا ذكرها وبعض الفرس يزعم أن أفردون قتله يوم النيروز فقال العجم عند قتله إمروز نيروز أي استقبلنا الظهر بيوم جديد فاتخذوه عيدا وكان أسره يوم المهرجان فقال العجم آمد مهرجان لقتل من كان يصبح وزعموا أنهم لم يسمعوا في أمور الضحاق بشيء استحسن غير شيء واحد وهو أن بلياته لم اشتدت ودام جوره وتراصل الوجوه في أمره فأجمعوا على المصير إلى بابه فوافاهوا الوجوه فاتفقوا على أن يدخل عليه كابه الأصبهاني فدخل عليه ولم يسلم فقال أيها الملك أي السلام أسلم عليك سلام من يملك الأقاليم كلها أم سلام من يملك هذا الإقليم فقال بل سلام من يملك الأقاليم لأني ملك الأرض فقال كابي إذ كنت تملك الأقاليم كلها فلما خصصتنا بأسقارك وأسبابك من بينهم ولما لا تقسم الأمور بيننا وبينهم وعدد عليه الأشياء كثيرة فصدقه فعمل كلامه في الضحاق فأقرب الإساءة وتألف القوم ووعدهم بما يحبون وأمرهم بالانصراف ليعودوا ويقضوا حوائجهم ثم ينصرفوا إلى بلادهم وكانت أمه حاضرة تسمع معاتبتهم وكانت شرا منه فلما خرج القوم دخلت مختصة من احتماله وحلمه عنهم فربخته وقالت لهم ألا أهلكتهم وقطعت أيديهم فلما أقصرت عليه قال لها يا هذه لا تفكري في شيء إلا صبقت إليه إلا أن القوم بدهوني بالحق وقرعوني به فكلما هممت بهم تخيل لي الحق بمنزلة جبل بيني وبينهم فما أمكنني في شيء ثم الجلسة لأهل النواحي فوقي لهم بما وعدهم وقدر أقصر حوائجهم وقال بعدهم كان ملكه ستمائة سنة وكان عمره ألف سنة وإنه كان في باقي عمره شبيها بالملك لقدراته ونفوذ أمره وقيل كان ملكه ألف سنة ومائة سنة وإنما ذكرنا خبر برصد هاهنا لأن بعضهم يزعم أن نوحا كان في زمانه وإنما أرسل إليه وإلى أهل مملكته وقيل أنه هو الذي بنى من مدينة بابل ومدينة الصور ومدينة دمشق والعرب تسميه الضحاق فتجعل الحرف الذي بين السين والزي في الفارسية ضادا والهاء حاء والقاف كافا وإياه عنا حبيب ابن أوس بقوله ما نال ما قد نال فرعون ولا هامانة في الدنيا ولا قارون بل كان قد ضحاق في سطواته بالعالمين وأنت أفردون وهو الذي افتخر بالدعاء أنه منهم الحسن بن هانئ في قوله وكان من الضحاق يعبده الخابل والجن في مساربها حدست عن هشام بن محمد بن السائب فيما ذكر من أمر الضحاق هذا قال والعجم تدعى الضحاق وتزعم أن جامة كان زوج أخته من بعض أشراف أهل بيتي وملكه على اليمن فواردت له الضحاق وأما الفرس فإنها تنسى بالأصدهاق هذا غير النسبة التي ذكر هشام عن أهل اليمن وتذكر أن بيورازب ابن أردوناسب ابن زنكاو ابن ويروشك ابن تاز ابن فرواك ابن سيامك ابن ماشا ابن جيوميرت ومنهم من ينسبه هانيزيه النسبة غير أنه ينخالف النطق بأسماء أبائه فيقول هو الضحاق ابن أندرماس ابن زندجار ابن ويندريس ابن تاج ابن فرياك ابن ساهمك ابن تازي ابن جيوميرت والمجروز تزعم أن تاج هذا هو أبو العرب ويزعمون أن أم الضحاق كانت ودك بنت ودنكوهان وأنه قتل أباه تقربا بقتل إلى الشياطين وأنه كان كسير المقام ببابل وكان له ابنان يقول لأحدهما سرهوار والآخر نوفوار وذكر عن الشعبي أنه قال هو كرشة مسخه الله ازدهاق حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة ابن الفضل عن يحيى بن العلاء عن القاسم ابن سلمان عن الشعبي قال أبجد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وكرشة كانوا ملوكا جبابرة فتفكر كرشة يوما قال تبارك الله أحسن الخالقين فمسخوا الله فجعلوا أجدهاق وله سبعة قروس فهو الذي ببن داوند وجميع أهل الأخبار من العرب والعجم تزعم أنه ملك الأقاليم كلها وأنه كان ساحرا فاجرا وحدثت عن هشام ابن محمد فقال ملكة ضحاق بعد جم فيما يزعمون والله أعلم ألف سنة ونزل السواد في قرية يقول لها نيرس في ناحية طريق الكوفة وملك الأرض كلها وصار بالجور والعصف وبص دياته في القطر وكان أول من سنى الصلب والقطع وأول من وضع العشور وضرب الضواهم وأول من تغنى وغنى له قال ويقال أنه خرج في منكبه سلعتان فكانت تضربان عليه فيشتد عليه الوجع حتى يطلرهمه بدمار إنسان فكان يقتل للذلك في كل يوم رجلين واطلس العتين بدمارهما فإذا فعل ذلك سكن ما يجد فخرج عليه رجل من أهل بابل فاعتقد لواء واقتمع إليه بشر كبير فلما بلغت ضحاق خبره رعاه فبعث إليه ما أمرك وما تريد قال ألست تزعم أنك ملك الدنيا وأن الدنيا لك؟ قال بلى قال فليكن كلبك على الدنيا ولا يكونن علينا خاصة فإنما تقتلنا دون الناس فأجابه الضحاق إلى ذلك وأمر برجلين الذين كانوا يقتلوهما في كل يوم أن يقسم على الناس جميعا ولا يخص بهم مكان دون مكان قال فبلغنا أن أهل أصبهان من ولد ذلك الرجل الذي رفع اللواء وأن ذلك اللواء لم يزل محفوظا عند ملوك فارس في خزائنهم وكان فيما بلغنا جلد أسد فأبلغه ملوك فارس الزهب والديباج تيمنا به وذكر غير هشام أن الضحاق لم يكن غائبا عن مسكنه ولكن أفردون ابن أثفيان جاء إلى مسكن له في حصن يدعى زر نجماه مهروز مهر فنجح امرأتين له تسمى أحدهما أروناز والأخرى سنوار فوهل بيرراز لما عين ذلك وخر مدلها لا يعقل فضرب أفردون هامته بجرز له ملتوى الرأس فزاده ذلك وهلا وعزوه بعقل ثم توجه به أفردون إلى جبل دينباوند وشده هنا لك وساقا وأمر الناس باتخاذ مهرما مهروز وهو المهرجان اليوم الذي أرصق فيه بيرراز بعيدا وعلى أفردون سرير الملك وذكر عن الضحاق أنه قال يوم ملك وعقد عليه التاج نحن ملوك الدنيا المالكون لما فيها والفرس تزعم أن الملك لم يكن إلا للبطن الذي منه إشهينج وجم وضهمورس وأن الضحاق كان غصبا وأنه غصب أهل الأرض بسحره وخبصه وهو لعليه بالحياتين اللتين كانت على منكبه وأنه وبني بأرض باب المدينة سماها حوب وجعل النبط أصحابه بطنطه فلقى الناس منه كل جهد وزبح الصبيان وقال بعد علماء الفرس لا نعلم أحدا كان أطول عمرا ممن لم يذكر عمره في الطورة من الضحاق هذا ومن جامر ابن يافس ابن نوح أب الفرس فإنه ذكر أن عمره كان ألف سنة وإنما ذكرنا خبر بيرازب في هذا الموضع لأن بعضهم زعم أن نوحا عن كان في زمانه وأنه إنما كان أرسل إليه وإلى من كان في مملكته ممن دان بطاعاته واتبعه على ما كان عليه من العطور والتمرد على الله فذكرنا إحسان الله وأيديه عند نوح بطاعته لربه وصبر على ما لقى منه من الأزر والمقروف في عاجل الدنيا بأن الجاه ومن آمن معه واتبعه من قومه وجعل زروريتهم الباقرين في الدنيا وأبقى له ذكره بالسناء الجميل مع ما زغر له عنده في الآجل من النعيم المقيم والعيش الهنئ وأهلاكه الآخرين بمعصيتهم إياه وتمردهم عليه وخلافهم أمره فسلبهم ما كانوا فيه من النعيم وجعلهم عبرة وعزة للغابرين مع ما زغر لهم عنده في الآجل من العذاب الأليم ذكر ملك أفريدون وهو أفريدون ابن أسخيان وهو من ولد جم مشيد وقد زعم بعض النسابة الفرس أن نوحا هو أفريدون الذي قهر الضحاق وسلبه ملكه وزعم بعضهم أن أفريدون هو زل قرنين صاحب إبراهيم الذي ذكره الله في كلامه العزيز وإنما ذكرته في هذا الموعد ضع لأن قصته في أولاده الثلاثة شبيهة بقصة نوح على ما سيأتي والحسن سيرته وهلاك الضحاق على يديه ولأنه قيل أن هلاك الضحاق كان على يد نوح وأما باقي نسابة الفرس فإنهم ينصبون أفريدون إلى جم شيد الملك وكان بينهم عشرة آباء كلهم يسمى أسغيان خوفا من الضحاق وإنما كانوا يتميزون بأرقاب لقبوها فكان يكرر أحدهم أسخيان صاحب البلق الحمر وأسخيان صاحب البكر البلق وأشباه ذلك وكان أفريدون أول منزل للفعلة وامتطاها ونتج البغال واتخذ الإرز والحمام وعمل الترياق ورد المظالم وأمر الناس بعبادة الله والإنصاف والإحسان ورد على الناس ما كانت ضحاق رصبه من الأرض وغيرها إلى ما لم يجد له صاحبا فإنه وقفه على المسكين وقيل إنه أول من سمي الصوفي وهو أول منظر في علم الطب ومكان له ثلاثة بنين اسم الأكبر شرم والثاني توج والثالث إرج فخاف أن يختلفوا بعده فقسم ملكه بينهم ثلاثا وجعل ذلك في سهام كتب أسماءهم عليهم وأمر كل واحد منهم فأخذهما فصارت الروم وناحية العرب لشرم وصارت الترك والصين لتوج وصارت العراق والسند والهند والحجاز وغيرها لإرج وهو الثالث وكان يحبه وعطاه التاج والسرير ومات أفريدون ونشبت العدوة بين أولاده وأولادهم من بعدهم ولم يزد التحاسد ينمو بينهم إلى أن وسب طوق وشرم على آخيهما إرج فقتله وقتل ابنين كان لإرج وملك الأرض بينهما سلسة مائة سنة ولم يزل أفريدون يتبع من بقى بالسواد من آل نمرود والنبط وغيرهم حتى أدى على وجوههم ومح أعلامهم وكان ملقه خمسمائة سنة ووزع أفريدون ملقه على أولاده السلاسة سن وتوز وإرج فإرج ملك إيران إلى جانب أبيه أفريدون لكنهم تأمر عليه فقطع رأسه وأرسله إلى أفريدون وكتب إليه هذا هو الرأس الذي أسرته علينا وجزت أربعة آلاف جارية شعرهن حزنا عليه أما الملك فضعف بصره وكان يضع رأس إرج على الرماط في إناء من زهب وينوح عليه حتى ينام ثم تملك منشهر ابن إرج العرش وغندمه تحاربه وقطع رأس عمه توز أرسلها لأبيه أفريدون فقال لا مرحبا بظهر أحواجني إلى أن أقتل بعضي ببعضي وتملك منشهر وخطب في الناس لقد مدت قبلنا أصول نحن فرعها وما بقاء فرع بعد ذهاب أصل وهو أول من خاندك الخنادك وأول من اتخذ لكل قرية عمدة وكان قائده سام ابن نريمان ولقبه عمدة دنيا وكان يتمنى مولودا ولما طعن في السن رزق بولد أبيض شعر الرأس والحاجب والأشفار فأنقره وأهمله وحملته العنقاء وربته في أعلى الجبال جاءه أبوه واسترده وسماه زال أي الشيخ وطلب الملك أن يراه وعشقته ابنة مهرب ملك كابل حين سمع بجمالها وإذا معودنا إلى الضحاق الحميري هذا الذي يقال أنه تملك على إيران في 2800 قبل الميلاد وكان عامله على بابل نمرود ابن كوش الذي في زمنه حدثت هجر قبائل إبراهيم الخليل من أور الكندانيين إلى حران والشام وأرض فلسطين بسكانها الفلسطينيين وتلاقعهم البحرية حيث كانوا من أقدم شعوب العالم القديم للبحار والمحيطات كما أن أخبار هيردوت أن الأشيريين استعبدوا الميديين والإيرانيين خمسة كرون كاملة إلى أن تمكن ديوسيس أول ملوكهم من تأسيس الدولة الميدية وطرد الأشيريين بل إن حفيدو كخسر تمكن من تحديم نينوي عاصمة الأشيريين في العراق وسوريا العليا فيبدو أن الميسولوجيا البابلية والفنقية السامية لعبت أهم أدوارها في إيران إذ أنهم خلفوا لغتهم الأرامية فكتب الفرص رصيقهم وترصهم بالخط المسمار البابلي كما أنهم الساميين خلفوا أساطيرهم ومظاهر حضارتهم التي كانوا كتورصوها من أسلافهم السمريين فخلط الفرص في رغتهم بين الفارسية القديمة والأرامية السامية ومنهما اشتقت اللغة البهلوية وعلى هذا جاءت الإمبراطورية الأهمينية التي حكمت معظم شعوب الشرق الأوسط مناصفة بين العقرية الحضارية المتمثلة في الأساطير والطراص العقائد اللهوتي السوري أو الأشوري من الوجهة الحضارية وبين الحكام ونظم الحكم الفارسية من الوجهة السياسية وأن قمبيز ابن كورش مؤسس الدولة الإخمينية والذي في عهده أعيد تسمية إيران باسم فارس نسبة إلى قبيلة فارس فعندما غزى قمبيز ابن كورش مصر ودخلها وذلك عن طريق الخدعة التاريخية المعروفة التي تدل دلالة واضحة على صابق معرفة الفرص بدقائك اللهوت والأساطير المصرية ذلك أنه وضع أمام جيشا صفا كبيرا من الحيوانات والنباتات التوتومية أو الشعائرية لآلهة وآلهات المصريين فكان أن أخذ المصريون وامتنعوا عن القتال فدخل قمبيز مصر وقتل العجل المقدس أبيس وهدم الكثير من الهياكل والمعارض كما أن قمبيز فتح السودان ثم الحبشة إلا أن نساءها هزمته ورادته عن فتحها فيلاحظ أن المؤثرات الأرية الفارسية وصلت حتى إفريقيا الوسطى منذ منتصف الألف الأول كان هذا كل ما ذكره المؤرخون القدماء عن هذا الملك الطاغية والذي حكم الأرض كلها لأقصر من ألف عام انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله مع السير الخطير في التاريخ القديم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته حليصل كل الناس وإلى اللقاء